اشتركوا في القناة ربنا يعيد علينا بالرحمة والبركة ويسترنا وما نشوفش حاجة زعلنا لا في اهلنا ولا في بلدنا ولا في اي حد يخصنا ويجعلنا في امن وامان ويجعلنا في حصنه وضمانه ربنا سبحانه وتعالى يديم علينا الستر ويحفظنا من اي سوء يا رب ببركة سيدنا النبي يا رب ديم علينا النعمة وما تحرمناش منها ابدا يا رب كل عام وحضراتكم بخير حلقة خاصة لبرنامج ضد الفوضى في شهر رمضان المبارك حاببا ابدأ مع حضراتكم كده بواقع يعني انتشرت على السوشيال ميديا من حوالي اكتر من موقع واكتر من صفحة واكتر من شخص تعرض لموضوع مش فاهمين يعني ايه سرفيز موضوع السرفيز اللي هو واحد من السرفيز يوقفك يقول لك رخصك وهو مش معاه ضبطية قضائية كنت اتكلمت عن الموضوع دوا في حلقات سابقة وحاولت اعرض وجهة نظر الشارع لان للأسف الشديد اللي بيشتغلوا سوئين او بيشتغلوا على تكاتك او بيشتغلوا على مقرباز او هم يعني بيحاول ان هو منهم بيبقى موظف وبيحاول يحسن دخله منهم بيبقى طالب وبيحاول يساعد قصرته منهم بيبقى واحد يعني مهنته مش جايبة همها شوية يعني الحال واقف شوية فيقول لك اطلع اشتغل على تكتك اشوف حالي اأكل ولادي فتلاقي الطائفة دي طائفة يعني محتاجة شوية فاحنا يعني بطبيعة الحال احنا في برنامجنا اه يمكن بنميل شوية للفقراء والمحتاجين علشان احنا نفسنا نشوف بلدنا في احسن صورة اه ونفسنا نشوف اه ناسنا مبسوطين نفسي لما امشي في الشارع ابص في وش الرجل الشقيان اشوف وشه بسمة اشوفه بيتحك اشوفه بيتطب على ولاده اشوفه مرتاح البال شوية اه مطمئن حس بالامان لكن للأسف يعني مع حضراتكم انا اه متابع الموضوع شوية عن قرب موضوع السرافيس على مستوى الجمهورية احنا مش ضد ولا في حض ضد انه هو يدي فلوس للدولة دولة بيقام فيها مشروعات بتقام فيها اه مؤسسات اه بيساعدوا بيكتهدوا الحمد لله لكن موضوع السرافيس ده موضوع شائق شوية لان للأسف الشديد اه في وقع حدثت في مبابا من حوالي مثلا ما يقرب اه تلات اربعة ايام او خمسة ايام ويمكن انا معايا فيديو ومعايا اه يعني اللي حدث معاهم هذه اللي حدثت معاهم هذه الوقعة قدام اسم مبابا اه يعني انا مش متخيل ما يحدث في الشرع المصري الشرع المصري محتاج الناس تبقى مطمئنة ازاي واحد يدعي انه هو اه شغال في السرافيس ومعوش ضبطية قضائية ازاي يسحب رخص لسواء ويقوله ديني رخصك وفجأة ياخد منه المركبة المرخصة يمكن انا مش هطول على حضراتكم تفصيلا قوي لكن انا هعرض الاشخاص نفسيهم لسه الفيديو ده حصري لسه حالا معمول عشان ما قدرناش نجيب الناس معانا في ساعة متأخرة ياريت نشوف مع بعض كده نشوف يا جماعة الفيديو كده جزئية منه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معانا الاستاذ صالح السواء التوكتوك صاحب الوكعة اللي حصرت على الكورنيش اسمين بابا والحمد لله انها كالسليمة برضو كنوا محتاجين برضو نسمع السواء التوكتوك المحترم الشاب المحترم راجل اللي ماشي ببورد الله وبيجري في تراكيس التوكتوك ومعايا رخيس السريع وماشي ببورد الله اللي حصن معك يا ستفاك اللي حصن ان احنا ناسبين من بابا لقينا ناس وقفة عاملين نفسهم حكومة ووقفونا وشدوني ولكبوا واحد وجريب الناس ناس مين؟ الزباين ها حاليم يعني اللي لابين معايا ها ومعاهم بنت صغيرة واللي حصل من بعد ما شدوني ودوا التوكتوك للحرامي اللي هو بيقولوا عليه شغال معاهم يعني حرامي بعد كده وقع بقى كلها اللي دا تقدر كملها معاك الاستاذة تمام يعني انت اذوقتي التوكتوك بتاعك هما خدوه منها شدوني وقال لي طلق عالجراش اللي تحت كوبرا احمد عرابي رحت وقفتي هناك وكل شواء قال لهم التوكتوك وقال لي مع الزبت في الحملة احمد ربنا ان مع الزبت في الحملة هيجي يدو لك من غير فلوس من غير غرامة تمام وفي الاخر قال لي روح التوكتوك بتاعك ممسوك في اسم ينباو رحت لقيت الواقع كلها بس انت معاك رخصة سارية الرخصة هي حضرتك تمام معاك رخصة صورة هي تمام سارية سارية هي وانت قلت لي انك انت معاك رخصة خلق اعطي عالم قدام الجماعة وما اعتمدش بيها تمام خد البطاقة تمام وروحت النيابة رحت النيابة وقلت اكوالك قلت نفس الاكوالك تمام مصبوط كل حاجة اللي احنا قلنا في الاسم والتوكتوك طبعا لسه محجوز طبعا في الاسم لسه محجوز عملت بسمة مطور وبسمة شاسية واستعلام امني وكله جي لشيء برضك لسه مطلعش حل واقف وما فيش مش مش لاقل اللي العيش هو انا عرضت انا عرضت لحضراتكم دوقتي جزء من الحقيقة الحقيقة الكاملة عندنا بقى الفيديو ده ده جزء ونظره لسرعة او او يعني قلة الجودة بتاعت الفيديو لانه متصور بموبايل اه يعني اه الصورة مش مش قوية اوي لكن احنا سمعنا مع بعض وقعه ايه والوقعه محققه انا بس بطلب من الاستاذ وليد والاستاذ محمد الشاهد مشكورين ينزلولي صور الرخصة السارية وقرار النيابة العامة والذي اه صدر بحبس المتهمين الذين كانوا يدعون انهم تابعين للسرفيز ياريت اه اه ادي صورة اه من الرخصة الرخصة السارية يعني راجل ماشي سليم يا جماعة ولا سرق توكتوك ولا ولا راجل مثلا حرامي ده راجل بيأكل عيش ورخصة سارية ممكن اهيه لغاية ستة خمسة واحد وعشرين يعني لسا الراجل بقى تسحبه تخطفه منه التوكتوك وتاخدوه وانتو اصلا معكوش دبطية قضائية انا بستعجب منين جبتم الجرأة دي؟ من اين لكم هذه الجرأة؟ لكن انا قبل مدخل في مداخلة مع محامي المجن عليهم في الواقع دي الاستاذ طرق عبدالعال واللي انا بشكره على الهوى لانه يعني ساعدني في ان احنا نوصل للناس وساعدني ان احنا نعلل للناس الحقيقة انا ببشر الناس بلدنا بلد جميلة وبشكر الهوى احمد بلوليلي وبشكر مؤمن بفرج وبشكر محمد بطارق الناس دي اشتغلت وما انصعوش للمهاترات اللي حدست وتم حبس يا ريت نعرض قرار النيابة في حبس هؤلاء تم حبسهم بشكر النيابة العامة طبعا التي يعني دائما بترفع قدر المواطن ودايما بترفع الحق الحمد لله رب العامين انا بشكرهم ليه بقى لان كان الموضوع ده كان ممكن بشكل او باخر يتم المدارعة ليه ليه لان للأسف في موظفين من الحي بلدنا ما بتدريش على حد احنا ما بندريش على حد بلدنا بلد مظبوطة بلد ماشية تمام الحمد لله لو في حقيقة لو عندك موضوع مشكلة ايه روح للجهات الرسمية والله هيسمعوك مفيش حد النهاردة هيداري هيداري ليه ايه مصلحته ان هو هيداري ياريت بقى نسمع كده من الاستاذ طارق استاذ طارق معنا مالا الو السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا استاذ طارق معنا متشار ازاي حضرتك يا حبيبي اخبار حريدة اولا انا بشكرك على الهوى على جهدك يعني الجميل وياريت بقى تعرض لنا الحقيقة اللي الناس ما تعرفهاش اولا كل عام وحضرتك بخير ويا رب يقعد عليكم الهوى بخير يا رب اتفضل النهاردة معاني متشار عزيني خاصة مطاورت على البرنامج والبرنامج الوقت اتفضل يا حبيبي ايوا في اين منطقة لا هذه معهمش كلامك مضبوط فعلا انا اتكلمت عن موضوع دا في البرنامج قبل كده ايوا تمام دي نقطة. النقطة تانية مع المتشار كان نضيه سواء التوكتوك معه روكتة سرية وماشي وبيوصل حريم في مبابا. تمام. اه طبعا وقفوه ونضيه سواء التوكتوك وركب سواء تبع السرفيز وخد التوكتوك بالحريم. اقيت جرأة دي. انا اسف لحظاتك. خد التوكتوك بالحريم. اه. التوكتوك مشي بيهم. تمام. فطبعا لما جمع عندي حتة العنجية من بابا. تمام. يعني صبحان الله طريقا واقف. تمام. فالبنت اللي ركب التوكتوك وراء بتتقل امين الشرطة الواقف بتقول له هوا انتوا عاملين كمين وراء. قال لها كمين ايه? احنا معاني لات كمين. يعني هم عاملين كمين. هم مستنعين كمين. ايوا بالضبط كده مع المتشار. دي مهزلة. دي مهزلة. دي نقطة. مهزلة. تمام. دي نقطة. وكمان التوكتوك روكتو سرية. اه. والتوكتوك متحفض عليه في السيو. تمام. تمام. المهم. فطبعا لما اه البيت او ما اه لما اه لما الضابط قال لها ما بيت كمين وراء. تمام. اذا حدتبتها حدت مسوطة. تمام. اتكرت انها مخطوفة. تمام. ايا مش عاربة يا ركبة مع مين? ودول مين. فلما سوطت اللي تقلق فيهم. والبت رجلها الكتر. ده فيلم هندي. تمام? وفي طفلة عندها تلات سنين. لقوا لان همها حضنتها كانت بيت تكاسمونك تموت. لا لا لا. معالم المستشعر. لو البت الصغيرة دي لو ماتت. من المسؤول عن الوفاة? كلامك صح. كلنا كلنا هنستقل. طيب انا عايز اعرف من حضرتك مين من الجهات المسؤولة اللي ساعد على قيام هذا المحضر بكل هذه الجرأة. والله لو عارضينا معالم المتشعر احنا نشكر جهد غير عادي لسيات المفتش احمل بالوليلي بصراحة ربنا رجل. انا بشكره على الهوى. على الهوى طبعا. اه. لان انا ما شفت كلا حصل بدت الناس حقولي قالولي الله يبرك له. طبعا. انا حسب معلوماتي برضو ان حضر الوقع دي مؤمن به ومحمد بطارق. ولولا الشاهد جري وورا السواق اللي ساب التوك توك انترامها في الشارع. جري وراه وللوايد راح تخبص جوه عربية محافظة. كان فيها عربية محافظة. طيب. مع ال. طيب. هسأل حضرتك سؤال يا سيدة طارق على الهوى. اتفضل. هل في موظفين محبوسين في القرار اللي احنا شفناه? اه بلتا رايز في موظف كان في الحي واتنها السرفين. يعني هو موظف في الحي موظف? ايوة هو موظف في الحي. اه طب ان نقدر نعرف الاتهام الموجه ليهم في النيابة العامة? مع المتشار التحقيق النيابة هم حضروه بدون محامل. بس نتوجه لهم عدة اتهمات. اه. اولا تشكيل عصابي. تشكيل عصابي? اه تشكيل عصابي. دي جناية. دي نقطة النقطة التانية. دي جناية سستارة دي جناية جناية. اه طبعا. اه اولا اه فطف مواطنين واحتاجاتهم بدون وجه حق. تمام جميل جميل. اه معاهم دفتر اصالات مش عارفين مصارها ايه? ايه اللي احنا في ده? انا انا عادة افهم حاجة. هم بضول يا معالي المستشار بياخدوا التكاتف اللي هي من غير رقص? وقالنا اللي بني غير رقص هو ايه كمان اللي معاه رقصة? انا عادة افهم من ندي مين? دول مين دول? بس الحمد لله الشرطة عندنا المصرية صحية. معالي المستشار انا بتكلم بوضوة انا هتقدم ببلاغ رسمي لنيابة العامة العامة. اه. دي نقطة النقطة التانية. اه النادم كل واحد دخل في الموضوع ده وسبب استورطه كل ده عامة من اعمال البلطاجة وترويع المواطنين واستخدام ادوات دي سيارة المحافظة خاصة بالدولة لارتكاب الكريمة. محزلة. مين ورا الكلام ده? مين ورا الكلام ده? ربنا يسطرها والله يسطر. اولا معالي المنتشار انا باحمد الله ان الطفلة محطلات حاجة. دلوقتي ممكن اسمع الاستاذة اللي كانت في في الواقع جنبك? المجنة عليها موجودة اللي هي رجلها مكسورة. ممكن اسمعها طيب تسلم عليها? اتفضل يا معالي المنتشار دي المجنة عليها اللي هي رجلها مكسورة الاستاذ نبيلة ريدا معاك معالي المنتشار. استاذة نبيلة. ايو ما حضرتك. حمد الله عسلامتك حضرتك. الله يسلم حضرتك. معلش بقى يعني تعرضتي لواقعة غريبة ولكن بنقول الحمد لله على سلامتك. والله يا سلام. وآآ وحمد لله على سلامة بنتك. لا دي بنته واختي الصغيرة. المهم انتوا بسلامة الحمد لله يعني. الحمد لله. آآ انت شايفة اللي حصل ده يعني يعني غريب ولا ولا شايفة ان ده عادي ولا ولا ايه اللي حصل في الواقع انا مش عاوزة افهم منك يعني. اكيد يعني ده مش طبيعي. مش طبيعي ان احنا نبقى ماشيين في طريقنا وشوية بلطجية تهجموا علينا. ويدعون هما سرافيز. اه. اه. وينزلونا بالتوكتوك بالعافية. وبتاع التوكتوك نزلوه ضربوه. مم. وركبوا معنا عيل كده كنواس معاهم. وجري بنا بالتوكتوك محتى ما دوناش فرصة نتكلم. واول زبط مرور قابلنا. كنا بنتكلم معي بقوله انتم مقافين كمين. راح جري بينا. ولما لقى الناس خدت بالها. راح نطب من التوكتوك وتقلب بينا. يعني ده 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 مش طبيعي يعني اكيد يعني ده مش. طب هو في حد صور الواقع دي فيديو استاذة نبيلة. ايوه في ناس كتير صورت الواقع دي فيديو جوم الاسم بس الناس اللي هم اه بتوع الحي دول اللي هم دخلوا هددوا الناس دي ومشوها. جوه الاسم? يعني الواقع دي كان فيها تقريبا شارع كامل تنشاهد على الواقع. لا لا معلش بس عشان احنا بنكلم على الهوى يا استاذة نبيلة. الكلام ده كان جوه الاسم. ايه? يعني عاوز تقولي الناس بتوع الحية هددوا الناس جوه الاسم. لا. ايوه هددوا الناس الشهداء في الواقع ومشيوا. لا لا يعني مش مش هان. ايه? ما اعتقدش يعني. الاسم تم هو عمل ومحضر. ما الاسم عمل محضر. مين اللي عمل محضر? الاسم الاسم اسم من بابا ما عمل محضر بالواقع. ايوه ما احنا عملنا محضر. اه. والزباط اتعاملوا معاكم بشياكة طبعا اكيد. لا انا مش بتكلم على الزباط ولا هم مشوا اي حد. انا بتكلم الناس اللي كانت شهودة على الواقع برا الاسم. اه بتوع الحية يعني حاولوا ان هم يمشوهم بعيدا عن الاسم يعني. اه اه اه. لكن الزباط محترمين الحمد الله عندنا زباط شرفاء. ايه طبعا. وإلا ما كانش اتعمل اتعمل محضر. لا لا انا ما اتكلمتش على الزباط انا اتكلمت على بتوع الحي اللي كانوا وقفين برا الاسم. ما اتقلقيش حضرتك احنا احنا انا بقول الحمدلله على سلامتك وسلامة اختك وسلامة بنت اختك. ومتشكل ان انت دخلت مع نا في مداخلة على الهوى. اه. وان شاء الله حقك هيرجع لك. وان شاء الله القانون هياخد اه الطريق الصحيح في هذه الوقعة. وخاصة ان ينابت اسم بابا مشكورة برئاسة اه المستشار هشام رفعت مشكورين حبسوا المتهمين في هذه الوقعة. انا نفسي بقى البلد اه متشكر لحضرتك اه وانت حضرتك معالي. سيستاري متشكرين سيستاري عبدالعال شاكرين لحضرتك. متشكر لحضرتك على مجهودك اه واكتهادك انا بشكرك. بشكرك بشكرك. يا ريت تسمع الشاهد اللي فيدل وراهم وفيدل معانهم لحد اخر اللحظة. موجود مع حضرتك? موجود معالي متشار. طب يا ريت اسمعه يا ريت ماشي ماشي فاضي. معاك احمد من الشخصات المحترمة جدا. اتمنى كل اتمنى كل الشباب تبقى زيهم. طب اتفضل. اتفضل. سامع عليكم. اتفضل يا استيس احمد. اهلا وسائل بحضرتك. اهلا وسائل بحضرتك. اهلا وسائل بحضرتك. ايه اللي حصل يا استيس احمد? اهلا اللي حصل انا كنت راجع مش شغل من عندي لقيت اه تك تك ماشي. الناس اه بيصوتوا جواه تك تك. جرينا وراهم بالعربية رموا اهلا بانخدوا التليفون منها رمو كانوا بيتسلب حتى. يا دوك باخد التليفون لقيت التك تك تك اتقلب والواد مصر من التك تك عبر ما يتقلب. اه. الانسة اللي كانت اه موجودة وقعت طبعا التك تك عليها. اه. رجلها بوزت خالص في لناها حطيناها في تك تك. مسكت واحد. دخلوا عليها خمسة. قالوا لحنا مباحث. قالوا لك احنا مباحث? اه يا فاند. ده اتدعوا صفة بقى. اتحلوا صفة. اه. ايه المهزلة دي? انا قلت لهم محدش هيمشي من هنا غير ما الاسم يجي. اما انا هطلع به على الاسم. اه. والله انت راجل محترم يا استيز احمد. راجل محترم وشام. ما خفتش حد يغزك بمطوى ولا حاجة ولا? ما يفلم لو انا والدتي او مراتي او اختي او اي حد في الموقف دوت. تعظيم سلام. تعظيم سلام لحضرتك. انا باشكر فعلا فعلا كلامك جميل. فعلا ما حدش يقبل ده على والدته ولا على اخته. طبعا. اه. صورت الواقعة طب يا استيز احمد ولا? والله انا كان معايا فان محد مصور الواقعة بس اللي حصل اه كان فيه تهديد جامد للناس. اه حتى احنا كنا نخش من قوضة نطلع لقوضة مش عارفين احنا اللي بيحصل ما احنا من الساعة ثلاثة والنص بهاية الساعة واحدة بالليل في الاسم. اه يعني كل ده عشان مهدر احنا انا حضرتك مرتبتش غير بعد الساعة واحدة. اه اه اعدت اتحايل عليهم حتى اللي احنا نطلع الانسة رجلها بايزة. تروح حتى المتشفى واي حاجة بس طبعا كان الموضوع كان كويت. فماردوش يخرجونا من الاسم غير ما يعملوا المحضر كامل. انا احب اشكر احمد بله ليلي. تمام. على اللي عملوه. تمام. بجد يعني بجد. انا بشكره على الهوى مع حضرتك. انا انا بقول لحضرتك هو فعلا شخصية محترمة. ويف معانا جامد. ان شاء الله وكل وكل مباحث مباحث الشرطة وكل رجالة الشرطة ناس محترمة. وان شاء الله بيسعوا لاثبات الحقيقة. مفيش حد ليه مصلحة انه هو يداري على مجرم. لا طبعا لا. اه هي الفكرة اللي هما نفسهم يعني حالك لو كنت شبط اصلا هما كانوا داخلين ازاي. اه الناس خافت. الناس خافت تخش الاسم. تمام. يعني قالوا اللي احنا لو دخلنا الاسم مش سنخرج منه. على اسف اللي هما مباحث. انا مردتش فضلت يواف معهم لغاية ما طلعنا فوق لمفتش. طب انت شاهدت ده في محضر النيابة العامة. اه يا فن مروحتي النيابة. انا عدت معاهم ما ستهمش لغاية ما روحنا النيابة. انا 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 بشكرك على الهوى يا قصيز احمد انت نموذج مشرف للشباب المصري المحترم. ربنا خليك خلنا. لو واحد غيرك كان سابهم ومش. لا لا مصري الحمد لله فانت كتير كويسة واحكم مني بكتير. واي حد هيشوف موقف زي كده اكيد كان هيقوا في نفس الوقت. ربنا يحفظك يا قصيز وكل قصرتك. انا فعلا انا بحب النمزج المشرفة دي. شكر يا قصيز احمد. شكر. شكر لحضرتك. يا قصيز طارق. طيب. انا متشكر لحضرتك على المجهود الجميل ده. وفعلا انت نموذج مشرف للناس المحترمة اللي بتسعى لاثبات الحقيقة. بشكر حضرتك على الهوى. وتحياتي حضرتك. يا ريت يا معالي خلاصي ضميري. سواء التوكتوك عادي التوكتوك بتاعه اللي هو اصلا تار رخصة بتاعه. طبعا. واقب جنبي. واقب جنبي بيقولي انا انت عايف عامل ايه. لا لا. ان شاء الله بازن الله بازن الله يكون لنا تواصل مع حضرتك من خلال آآ النيابة العامة ده حقه. هياخد توكتوكه ده يا رجل ما مارتكبش زنب يعني. لو في غرامة عليه يدفعه وخلاص. آه. هو عاوز يتكلم حريكا ما لم تشعر. اتفضل ماشي. معيك اه معيك طوكتوك يلتقلب هو. اتفضل. وعليكم السلام. بلوقتي حضرتك انا معايا طوكتوك شغال عليه وجايبه بالقس وكان مصنوع منه محد قبل كده وجايب دوات بالقس. وماشي ماشي قانوني ورحت خاصته. عندك اولاد? عندك اولاد? لا لسه حضرتك بكون نفسي انا نفس شاب صغير. طيب بتصرف على اسرة يعني ولا ايه ظروفك? آه معايا والدي ومعايا والدي ومعايا احفظهم لك ان شاء الله. ان شاء الله هتاخد 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 المركبة بتاعتك. آآ قانونة انت اخدها مفيش مشكلة ان شاء الله. واحنا هنساعدك في ده بازن الله سبحانه وتعالى. وانا ببلغك على هوه ان شاء الله هنساعدك ونقف مع حضرتك. شكر لحضرتكم. شكر جدا. تحيات لحضرتكم. المشهد اللي شفناه ده يا جماعة. انا تعجبت. ربما يكون السوشيال الميديا ساعات بتجدب. في ناس بتخش تمثل. يقول لك انا مش عارف سيرفيز وانا مباحث. ايه ده? هو ممكن واحد يجرؤ. يقول انا مباحث في الشارع. ويقف يثبت واحد. ويقول له رخسك. انا ما شفتاش في في فيلم من الافلام كان كان يعني آآ زمان فيلم كده كان آآ لو مش فاكر الاسم الفيلم ولكن حصلت في الافلام. لكن في الحقيقة صعب. انا مش فتاش. مين اللي يملك الجرأة دي? طب تدعي ان انت سيرفيز ماشي سيرفيز ده. آآ بياخد السيرفيز وياخد بيغرم مثلا المركبات الغير مرخصة او اللي هي ماشي غلط. آآ لو معهم ضبطها قضائية بإصالات رسمية. يعني يبقى إصال رسمي من المحافظة مثلا او من ادارة المرور حسب ما ما بيتم الترتيب. ولكن ان انا اجيب بلطة جاية في الشارع دي مهزلة. اجيب ناس تدعي ان هي مباحث دي مهزلة اكبر. يا جماعة مصر الطائفة اللي بتتعاملوا معها دي زي الاستاذ اللي هو احمد او غيره. الاستاذ ده آآ شغال على تكتك. بيحاول يمشي نفسه في ظروف معيشية يا ربنا اللي اعلن بيها. الناس الغلابة الناس الغلابة او الناس الفقرة اللي احنا منهم برضو. مش اروح بعيد يعني. الناس دي. الناس دي تعبانة. ظروفهم تعبانة. عايزين اللي يطبطب عليهم. مش عايزين اللي ينصب عليهم. مش عايزين اللي يضحك عليهم في الشارع. ولذلك انا بشكر شرطتنا المصرية. ده طبيعي. شرطي. ظابط. امين شرطة. فرد. ايا كان مفتش. كلهم بيسعوا لاثبات الحق. محدش ليه مصلحة مع حد. انا بشكرهم. انه هم تم عمل المحضر. وتم الاجراءات القناية. وتم حبس المتهمين. وعرضنا لحضراتكم بفضل الله. انا عاوزكم تتطمنوا على مصر. وقع. اصلي في نا سقولك اصلي. يعني الحكومة مش عارف. بتقف مش عارف مع مين عشان خطر. مفيش الكلام ده. ربما تكون في حالات شذة. لكن الطبيعي. الطبيعي. ان الشرطة. والنيابة. والقضاء. بيسعوا طريقهم طريق العدالة والحق. مش طريقهم انهم يزيفوا الحقائق. والدليل على ذلك انه حينما حدثت هذه الواقعة في 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 منطقة بابه. وفي مناطق تانية. انا بقول يا جماعة. انا ان شاء الله متطمن على مصر. متطمن على بلدي طول ما فيها شرفاء. متطمن على بلدي طول ما فيها رجالة بيرعوا ربنا. متطمن على بلدي طول ما فيه مسؤول بيخف على المواطن ويطبطب عليه. الناس السوئين والتكاتك وغيرهم. الناس دي بيحاولوا يمشوا المركب. الو. اتفضل استاذ مجدي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا. اتفضل. لو سبعت سبعتك معلش انا في وصل امانة ااا ويتحكم على على انا ليه عند وصل امانة. طيب انا 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 مش هقطع عليك اتصلك ولكن هقول لك الحاجة. انا انا طلبت من الاعداد ان تكون المشكلة عامة. عامة. المشاكل الخاصة دي ليها خط عندنا. يمكن السادة البهوات في الاعداد هي 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 ورهو لنا دلوقتي. ده خط خاص. الحاجات الخاصة دي عشان ما نعطلش برنامجنا. احنا على الهواء الدنيا كلها بتشوفنا. في مصر وبرا مصر. لازم يكون فيه مشاكل عامة نعرضها للناس. مشاكل الخاصة دي انا مع حضرتك فيها بعد البرنامج. انا اسف لحضرتك. تمام؟ نكمل موضوعنا. انا مش من عدت ان انا اكسف حد ولكن انا بقول المشاكل العامة هي اهم. العامة. مشاكلنا العامة هي الاهم حاجة. لازم نهتم بمشاكلنا العامة. لو في مشكلة عامة نقف لها كلنا. ونساعد بلدنا. نساعد نقف. لازم نقف على رجلينا. النهاردة اعداد اعداد. الحالات الكورونا بتزيد. طب ايه المشكلة؟ المشكلة ان حضرتنا مش ملتزمين. طيب هل ممكن يحدث حظر ممكن؟ نرجع تاني نقفل. ونقفل طيران. ونقفل مطاعم. ونقفل محلات. ومنخرجش من البيت. ده ينفع؟ هنرجع تاني للمهازل دي. هينفع يا جماعة؟ حالات بتزيد. حالات في بعض المحافظات للأسف الشديد في زيادة. طب ايه السبب؟ احنا دخلنا على الموجة التالتة. ناخد بالنا من نفسينا. ناخد بالنا. دي حاجات بسيطة بتتعمل. هي حتة كمامة باتنين جنيه ونص وهتحطها على وش حضرتك. هتحفظ نفسك. اه ضيف لها تخسل ايدك بالماء والصابون مش موضوع. مش لازم نتا. يعني يعني الموضوع اللي بتحصل دي وكثرة الاصابات دي بترجع لان احنا مش نضاف. في ناس مش نضيفة. حالو. حالو. استاذ متحط معنا تفضل. استاذ والي ازاي حضرتك? اهلان وسهل. اه انا متحط رمضان. اهلان وسهل. احنا بنتعارض من اه مووظفين السيركيف اللي حضرتكم تتكلم عليهم دول. تمام. اه. يوقفوا عقباط ببلطقة ويأخذوها وشهريا يدفعوا 2100 جنيه أيما العربيات اللي هي غير مرخصة أجرى يا أستاذ متحك لا عربياتنا مرخصة وأحيانا العربيات فيها موظفين فيها عمر شغل من المكتب بأسماء الموظفين حتى لو العربيات ماشي فاضية ياخدها ويدفعوا غراموا 2100 جنيه لو ماشي فاضية فهاش موظفين أنا ممكن أبعث لحضرك سورة وصل ساحب رخصة من أحد الزباط الشركة ساحب رخصة أيوة طب أنا ما هو المشهد أنا ما أقدرش أثبت إذا كان هو محمل ما عنديش فيديو بالكلام ده أنت لو عنده حضرتك فيديو إنه هو مش محمل وتم تغريمه وإنه هو ماشي برخصة مظبوطة ومنضبطة وبخط السير والكلام اللي بتقوله ده فيش مشاكل أنا معاه ممكن أبعث لحضرناك صور الرخص أمر الشغل أبعث لحضرتك يعني عايز أمر شغل من الشركة بيفامشي أمر شغل من المكتب ومن الشركة كل مرة بيصعبها أكتر ومش عاديلنا مليتان أكتر من كده ربنا يسترها هم لو معهم ضبطية قضائية برضه عشان يبقى واضحين في ضبطية قضائية وكمان تروح لهم مش عايز تستع تستع ستمائة جنيه من غير وقت وتمشي لا الحاجات دي تعمل بقى محضر في الأموال العامة يا أستاذ متحد لا نفد الحاجات دي لو وقعة زي دي قوم بعمل محضر في الأموال العامة على طول تقى في المهازل دي ما حدش بوقف معنا مرة رحنا عند عدد بيهندي في كبروز الجيزة مشكورا قال لنا هنتفع ألف جنيه بدل ألكمي أه بدل ألتين جنيه فطبعا أنت حضرتك أنا آسف أنت ما تفهمنيش غلط طبعا أنت بتقول الأقل وتمشي نفسك صح؟ أه طبعا صبعا للأسف للأسف طيب إحنا محتاجين ننضابط أنا طبعا بشكر مدخلتك معايا على الهوى بس أنا عاوز أقول لحضرتك إحنا لسه فيه وقعة في مبابا هي لسه جايبينها الحمد لله فيه فيه اهتمام من البلد وفيه يعني يمكن الصدفة صنعت أو القدر صنع ربنا سبحانه وتعالى صنع هذه الوقعة لخروج الموضوع عن النطاق القانوني وتم أعتقد أن الشارع هينضابط أكتر قريب إن شاء الله أصدر المتحد بشكر حضرتك على الهوى مدخلتك معايا وأنا برضو عامل مدخلات يا جماعة رأي الناس في مسلسلات رمضان عشان فيه ناس كتير جدا مطلعة على السوشيال ميد ده يقول لك المسلسل الفلاني أنا ما ليش دعب بمسلسل معين ولكن عايز أسمع رأي الناس اللي استفدوه تعليقاتهم رأيهم هل فيه مسلسلات هدفة ما فيش مسلسلات هدفة ياريت المشاركة من خلال رقم المشاركة اللي على البرنامج ياريت الإعداد ينزل لنا عنوان المشاركة بمناسبة مسلسلات رمضان ورأي الناس والشارع المصري في مسلسلات رمضان طيب أنا بشكر طبعا اللي ساعدوني في الواقع اللي هي حدثت في مبابا دي ألو أستاذ محمد اتفضل الله يصل حضرت اتفضل يا حبيبي اتفضل معاك الوقت الوقت أنا مشكلة اتفضل حضرتك الله يصلح انت منين حضرتك انت منين انت منين انت منين يا أستاذ محمد منين أنا بمجرد في الحجر يا فنجم هتبالك مواشية مزرورة اتقالها بقاها من عدة سنة ونص ونبلغ ومعها زرحة وقع ومحكومة عليهم بكل واحد سنة هتبالي حضرتك أحكام يعني يعني أصدق اصدق ناس عليها أحكام يعني نعم الناس عليها أحكام يعني ما تنفزتش ناس عليهم أحكام وأنا عاوز بها أنا عاوز بها أنا عاوز أ jersey اللي في طstellung مهدي برضو المركز cartoon عاوز يجدهم ما هذه برضو أستاذ محمد مشكلة خاصة مش عامة ده دي يا فنزم البالقرية دول مسكلة خاصة البالقرية ده على مستوى طيب أنا وانت معها الهوى ممكن اوجهك. وانت معاه الهوى كيلا اوجهك. يا فندل يا فندل يا سبت المتشار. انا لما باتي اتخرب. باتي اتخرب. والبلطة والبلطة. جاهز الجنوب الاتل. باتي اتناه دي يا هنيك لك. واروح اتصل بالنجد. والنجد تصل على المركز. والمركز تقول لجعبال المحضر. وارجع اتصل بمارك مكتب رئيس المزارة. والمركز تصل على تاني. واعمل محضر. انا هقضي انا حادر. هو بيش حاد تجيب لحقه. هما بينه وبين المركز اتنين كيلو. الواني بينه وبين المركز خمسة وعشرين كيلو. انا واحدين يجبهم فوقهم. ودي مش تلحقنا على المستوى الجمهورية. ادي فيش. ادي فيش سبب انا عايز اعرضه. السبب للبلطاجية دي. هل هم. يا سيد الحملة قبل ما بتطلع يا سنجن. وكل العدل عارفة. وكل البلطاجات دول عارفين. انت في منطقة ايه في منطقة ايه يا سيد محمد? منطقة في مركز سان الحجر. مركز. انا عملت بال انا عملت جميع المستحيل. طيب. انا انا هتتواصل معهم. طيب اركز بس معي. هتتواصل معهم في الاياغات. السيد محمد عشان الوقت. السيدos وقت البرنامج هتتواصل معهم وهتديهم أسماء البلطقية دي وإحنا نتواصل إحنا مع الجهات الرسمية بإذن الله ونبلغهم بهذه الوقائع إذا كانت حقيقية وعليهم أحكام شك أنا عايز مشاكل عامة يا جماعة دي مشاكل برضو ربما يكون خاصة ربما هو يعني أنا معرفش أستاذ محمد ولكن ربما يكون على خلاف مع هؤلاء أو هؤلاء مثلا يعني أنا ما أقدرش أحدد الأمر إحنا على الهوى وأنا طبعا ضد البلطقة ومفيش حد مع البلطقة فيش أي مسؤول مع البلطقة فيش حد يتمنى يشوف بلده مش منضبطة كلنا نفسنا نشوف بلدنا الأمن والأمان ونبقى مبسوطين ويبقى أولادنا عايشين في أمان وإحنا نعيش في أمان الأمان هو أما حاجة حتى لما سيدنا إبراهيم يمكن حضراتكم تتذكروا معايا الآية الكلمة رب يجعل هذا البلد آمنا سيدنا إبراهيم لما جاي يدعيه أول حاجة دعا بها ربنا الأمن الأمن قبل الأكل الأمن قبل الشرب الأمن هو اللي هيجيبه الأكل والشرب الأمن هو اللي هيعمل الاقتصاد طول ما الأمن مزبوط في البلد طول ما فيه أكل وشرب واقتصاد وصحة ورعاية ليه كلامنا كلام موثق توثيقه جاي منين من كتاب ربنا اللي انتو بتحبوه كلكم وكلنا بنحبه كتاب ربنا بيقولي رب يجعل هذا بلدا آمنا يبقى الأمن قبل أي حاجة لذلك أنا بسعى مع حضراتكم ومع المواطنين ومع ناسنا ومع أهلنا والإدارات والمسؤولين الأمن انزال الأمن وإحقاق العدالة ده أهم حاجة من خلال المؤسسات الرسمية الشرطة النيابة القضاء العدالة المحكمة هو ده اللي هجيب حقوق الناس هتقول لي هتعب شوية معلش اتعب شوية وهتاخد حقك اتعب شوية وهتلاقي زابط شريف يقف معاك يجيب لك حقك اتعب شوية وهتخش نيابة العامة هتلاقي رجال شرفاء محترمين اتعب شوية وهتلاقي قاضي يحكم لك بالعد بس يكون صاحب حق وصاحب قضية عادلة ما تكونش ظالم وتدعي ان انت مظلوم نتكلم برضو كلام يعني ناس تبقى فهمها عشان فيه ناس بتدعي ان هي مظلومة وهي مش مظلومة يتعي يقول لك انا انا مظلوم وهو مش مظلوم هو ظالم هو مهمل هو عنصر بشري ظالم المجتمع عنصر بشري مش عايز يشتغل عنصر موجود في البلد بيضعف البلد النهاردة الموظف برضو لما يوقف حال الناس دي مصيبة كبيرة انت بتعطل بلدك تخلي الناس تنقم على النظام تخلي الناس تنقم على الحياة بيدعى على الحكومة والمسؤولين ليه لان شافوا حضرتك السرط في حق الناس لذلك دعوتي او كلامي موجه لاخوتنا الموظفين اخوتنا المسؤولين اهلينا ساعدوا المواطن ان ياخد حقه اقفوا مع المواطن ربنا هيكرمكم هتنصلح حال بلدنا لما يكون عندنا موظفين شرفاء يضعوا الحقيقة امامه افي حق الراجل دي ااخد حقه ما نوقفوش في طابور طويل عريض عشان يدفع اتنين جنيه ولا تلاتة جنيه راجل كبير يشوف ان يشوف له كرس يقعد عليه نحاول ما يبقاش فيه توابير في حياتنا ما تحاولوش تعطلوا مسيرة التقدم اللي موجودة في بلدنا ما تحاولوش تعطلوا الاقتصاد الذي ينمو ما تحاولوش تعطلوا مسيرة بلدنا خلاص هتتحزموا في الدنيا وفي الاخرى لو قصرتوا النهاردة اللي بيأثر هيتحسب في الدنيا وفي الاخرى ليه؟ لانه كان مسئول انت مسئول مسئول ان انت تخفف علي العب مسئول ان انا شوف بلدي كويسة مسئول ان انا شوف الشارع نظيف مسئول ان انا خد حقي خلاص؟ فانا عشان ما طولش على حضراتكم في هذه الجزئيات انا بقول اطمئنوا بلدنا بلد الحمد لله رب العالمين نطمئن في بلدنا في شرفاء ربما تكون في حالات شاذة عادي العالم كله في حالات شاذة كلنا شوفنا الظابط اللي مش عارف قتل مين في امريكا اللي هي بلد الحريات حدث بتحدث حالات شاذة واخد بال حضراتك وتحكم عليه تحكم عليه فكل واحد بياخد حقه ربما تحدث امور احنا بننزعج منها لكن ده وارد في حياتنا من عدش نصور للناس على الميديا ان بلد الظلم والحقونا يا ابني يا حبيبي دي حالات شاذة مين بيقف مع الظلم ومين يقف مع الظالم مفيش كلام ده بلدك فيها ناس بتحفظ عليك عندك مؤسسات على اعلى مستوى بيحفظوا النهاردة على الثروة المائية بره مصر مش جوه مصر بس بره مصر عندك صراع كبير مشكلة تسد النهضة بلدك شغالة المؤسسات الكبرى شغالة بكل قوتها وبكل عتدها فيجي لك واحد يقول لك يا عم مش عارف فيعمله مفيش الكلام ده يا حبيبي مفيش حد هيضيع صروة بلده مفيش حد هيضيع بلده كلنا بنحافظ على بلدنا مفيش اغلى عندنا بعد ربنا غير بلدنا وطبعا ابأنا وامهاتنا وولدنا فبلدك وطنك ده امانة في القابتك امانة في القابتك تحافظ عليه ما تسيبش الشرق بتاعك مش نظيف ما تسيبش ما تمشيش حكس الاتجاه ما تعملش المخالفات التي تسير ما تطلع ليش ب ما فيش حد اتصل يا جماعة في موضوع مسلسلات رمضان يبقى الناس راضية عن المسلسلات كده ناس راضية عن مسلسلات رمضان بقى طيب ده حاجة جميلة براحتكم اللي عايز يرضى عن المسلسلات يرضى اللي مش عاجبه يقول لنا اللي عاجبه يقول لنا لان المسلسلات برضو يا جماعة برضو عشان نبقى واضحين المسلسلات الرمضانية دي اللي يعني منتشرة طبعا انتشار رهيب في كل اوقات القنوات المصرية هي بتحبر عن واقع والنهاردة ايه سر انتشار مسلسل معين او الناس بتشاهد مسلسل معين او بتشاهد ممثل معين او بتشاهد وقعة معينة ايه اللي بيخلي الناس تعمل كده هما شايفين واقع بيجسد في مثلا مسلسل بيبدأ ان في ناس مظلومة فبيبقى المشاهد منتظر من المخرج ومن الممثلين في اخر المسلسل ان المظلوم ياخد حقه وده بيحصل تبقى نهاية سعيدة المظلوم بياخد حقه وبينتصر على الظالم اللي ظلمه في اول المسلسل اللي هو خرب بيته وولع له مش عارف ايه وقتل مين فبتحدث دراما في مسلسلات رمضان الناس من هنا عندها عاطفة هم مش بيشاهدوا التلفزيون من اجل التلفزيون او من اجل المسلسل الفلاني او من اجل الممثل الفلاني لا 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 هو بيشاهد وقائع انه هارضا في ناس بتصور البلطقي في مسلسل من المسلسلات هو دي مش حقيقة في ناس تطلع تقولك اصل مسلسل الفلاني اه طبعا مش هذكر مسلسل معين عشان الناس ما ما تفاهمش كلامي انا انا ماليش علاقة مسلسل مين ناجح مسلسل مين فاشل مسلسل مين ترند مسلسل مين مش ترند مش قصتي انا قصتي الواقع النهارضا المخرجين دول او المؤلفين او السيناريست او الموسلين هما بيجسدوا ايه هو لما بيطلع لك بلطاق النهارضا في المسلسل اصل دول علاموا البلطاق طب وهو يا حبيبي ما احنا لسه هو في بداية البرنامج مع حضراتكم في مشهد بلطاقة حدست فيلم سينمائي بيحدث وحب بيخطف تكتك ويجرب ستات وحاجات غريبة طب ما هالمشاهد دي بتحدث ايه في المسلسلات ده واقع الواقع ده يتغير امتى لما احنا نتغير الواقع ده يتغير لما احنا نتغير لكن احنا مش عايزين نتغير احنا ساعات بنساعد البلطاق ساعات بنساعده عارف ازاي البلطاق او الرجل اللي بيثبت الناس او الرجل المؤذي او الرجل الفاجر او الرجل اللي مش كويس احنا بنساعده ازاي كمجتمع احنا بنسيبه يقول لك ده يا يا عم ده 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 بلطاقة يا عم سيبه سيبه يا عم لا ما تروحش تبلغ عليه ليه بقى ما تروحش تبلغ عليه أصلا أنا خايف منه أنت كده بتساعده أو الله كده أنت بتساعده ليه البلطاقة بتزيد اتجارة المخدرات بتزيد ليه لأن حضرتك سايبه هتقول لي ما قلت لكش اعترد طريقه أو أن أنت تروح تمنعه لا مش قصتك في جهات مسؤولة عن ذلك في شرطة في نيابة في محكمة في جهات سيادية موجودة روح بلغ أقرب حاجة الاسم الاسم النهاردة لو وجد معلومة هتعاون معاك المراكز الشرطية والإقسام منتظرة معلومة يا جماعة هتقول لي أصلي في مش عارف فساد يا حبيب الشرطة لو وجدت معلومة من حضرتك وحضرتك روحت للرياسة بتاعت المكان هتساعدك وتقف معاك وتنزل معاك اللي يقبضوا على المتهمين دول لكن انت النهاردة تقول لك بلطجة فسايب وليش بيه مليش دقوا يا عمنا في حالي أنا يا ربي ولادي ماشي عمنا ربي ولادك يا حبيب ما يقول لكش حاجة النهاردة انت خلاص عاوزت ربي ولادك كويس وقف البلطجة دي البلطجة دا لا وقف في الشارع دا وماسك سلاح ولا ماسك سنجة ولا ماسك سطور مشاهد قميئة مشاهد غريبة مشاهد تزعل الناس تزعلك لذلك أنا باعتقد وحضرتكم معايا أن المشهد الذي يصور في المسلسلات الرمضانية هو مشهد حقيقي هو المخرج مألفش المشهد ولا السيناريست ولا المؤلف هو بيجيب واقع بيجيب مشاهد حدثت بالفعل مشاهد بتحدث كل يوم بنشوفها رأي العين واحد بلطجي واحد تاجر مخدرات واحد بيجيبوه عشان يجيب حق الناس أصلا هو بلطجي وجامد وناشف ماشي مشاهد بتحدث طبعا دي مأساة حاجات تزعل حاجات دي ما تفرحش حاجات دي ما تفرحش حد لأكس هو أنت ما تشوف بلطجي النهاردة بيجيب حق الناس تفرح هو ده بقى فتوت زمنه لا أنا عايز الشرطة هي اللي يجيب لي حقي أنا عايز نيابة هي اللي يجيب لي حقي بما يورد الله أنا عايز أحافظ على المواطنين وأهلينا وستاتنا وإخواتنا وبناتنا مش البلطجي اللي يحافظ عليهم لكن لما يكون في شاب شهم زي الأستاذ أحمد اللي وقف في الواقعة بتاعة إنبابة دي أنا بصراحة بشكره ألو ألو أيوة أستاذ أحمد تفضل أن أستاذ أحمد باش تفضل يا حبيب تفضل أقد عاوز أساعد حالة إنسانية نعم يا فاندي عاوز أساعد حالة إنسانية مستامة حضرتك عاوز أساعد حالة إنسانية تحت أمرك ماشي ماشي هناخد رقم حضرتك ونتواصل معك شكرين يا أستاذ أحمد شكرين الإعداد ياخد رقم الأستاذ أحمد وإن شاء الله الحالات الإنسانية ما أكسرها ما أكسر الحالات الإنسانية أهو واحد من شعب مصر أستاذ أحمد على الهوى قال لك يا عزيزي والله يعني أنا 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 بفرح دي المشاهد المشرفة وهو الواضح إن الأستاذ أحمد يعني مشكورة لتصل بينا وإن شاء الله هنتواصل مع حضرك أستاذ أحمد الواضح إنه هو يعني من صوته إنه هو مريض فالإنسان بطبيعته بيحب بلده بيحب ناسه بيقول لك عايز أساعد حالات إنسانية إن شاء الله نوسق حالات إنسانية وإن شاء الله نخليه ساعد فيها بإذن الله مش عيب إن أنت تساعد ومش عيب إن أنت تظهر ده من باب إن أنت تعرف الناس تعلمهم تحببهم في هذا العمل معانا التنصال طيب أنا بشكر الأستاذ أحمد اللي قال الواضح إن أحمدات الجمال يعني أحمد الشهم اللي وقف مع الناس اللي كانوا عندي اسم بابا وقف معهم مشكورا وأستاذ أحمد اللي عايز ساعد حالات إنسانية يا رب بارك في أحمدات كلهم وبارك في كل شبابنا وناسنا البلد يا جماعة بتاعتنا بلدنا هي دي مصر والله العظيم اوعى تفكر إن الصورة صودة لو الصورة صودة مش هتشوف منا حاجة تركز بقى معاه في الكلمتين دور لو الصورة صودة مش هتشوف فيها حاجة لكن الصورة كويسة أهو السيد أحمد هو والله من يعرفه اتصل بينا بيقولك أنا عايز ساعد حالات إنسانية مشكورا فوق دماغنا نساعده ونقف وربنا يكرمنا وربنا يكرمه بنيته الخير يمكن هو وثق فينا وثق في برنامجنا وثق في قناتنا الحمد لله رب العالمين ده من دليل إحنا بنحاول نظهر حقائق إحنا إعلام مشرف الحمد لله إعلامنا إعلام منضبط لا نأتي على أحد ضد أحد ولا ما أحد ضد أحد إحنا بنساعد بلدنا إحنا عايزين بلدنا تقف على حيلها عايزين نقف في ظهر المسؤولين الشرفاء ها نقف في ظهر المسؤولين الشرفاء لو شفت حاجة مش عجبك روح روح اشتكي والله والله ما بجملك ولا بكه هتلاقي صوت بيسمعك هتلاقي صوت بيساعدك هتلاقي ناس تقف معاك لكن إنت عجبك الحال إنت مستفيد من الفساد عشان كده ساكت عجبك الحال لأ اعدل نفسك وزمت حالك اللي هيوقف يا جماعة شريف ربنا هيصورها معاه وهيكرمه وهيوفقه فيا جماعة النهاردة إذا كنا بنتحدث عن هذه الأمور مصر مش سودة الصورة مش سودة الصورة فيها حاجات جميلة إحنا مش شايفينها فيها شباب شهم بيقف فيها شباب ما بيعكس فيها شباب بيحفظ على الأمهات والبنات وبيقف ضد اللي يعكسهم أو يتحرش بيهم فيها شباب بيتعب ويجيب لقمة اللقمة بحلاله بيكده ويتعب ويعرق فيها شباب معا مؤهلات عليا وبيشتغل على توك توك عشان ما يكلش حرام لسه ما عدت عينه ما جايش لسه ما لقاش الشغلان المناسبة بس بيكتهد وما بيقولش انه هو معا مؤهل عالي يقولك أنا بكتهد أنا يا راجل عاوز أقف على حيلي بيسعى فيها شباب عايز يأكل حلال فيها شباب بيعرق بجد وفيها شباب بلطج ما تعلمش حاجة في حياته ولا كان بيصلي ولا كان بيقرأ ولا يعرف قرآن ولا يعرف حديث ولا يعرف دين ولا يعرف أخلاق ده شباب فاشل لو موقفش في لحظة ورجع نفسه ورجع الصورة اللي هو فيها مش هيوصل لحاجة وهو البلطجي أخرته إيه هيموت مقتول يا إما واحد هيعوره في وشه يا إما واحد هيضربه بمطوى زي ما هو مثلا بيبلطج عن الناس هتبقى فيه نوع من أنواع المشحنات لكن الصورة فيها حاجة حلوة بلدنا صورتها مش وحشة بل فيها حاجات حلوة بلدنا فيها حاجات حلوة يا رب أكون بفضلك يا رب وكرمك علي أكون وصلت صورة ساعدت ناس سمعت صوت ناس حسة بالظلم وصلت صورة ممكن تكون موجودة في الواقع يا رب أنت شايفنا وصمعنا إحنا هدفنا أن ربنا يكرمنا يوقف البلد دي على حلها نشوفها آمنة مطمئنة نشوف بلدنا حلوة نشوف الصورة كويسة نسمع أخبار طيبة وإن شاء الله ما تقلقوش مصر محفوظة لأن اللي حفظها هو ربنا ما تقلقوش قطرة المية مش هتتمنع ما تقلقوش على بلدكم ما تقلقوش إن شاء الله مصر آمنة مطمئنة محفوظة والله مصر ما هتعتش عشان اللي بيجيب لها المية هو ربنا خلاص أشوفكم على خير يا رب تكون الحلقة أعجبتكم وأشوفكم على خير يا رب يحفظكم يستركم نشوف ولادكم في أحسن صورة نشوف بلدنا آمنة مطمئنة نشوف ناس شرفاء تملى حياتنا سعادة كل سنة وحضراتكم طيبين كل عام وحضراتكم بخير وبشكر فريل الإعداد وبشكر قناة الصحة والجمال ورئيس مجلس الإدارة وبشكر كل من ساعدني ومتشكل حضراتكم وأشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة